غلط بتعملوا قدام هذا الفريق حيكون مدمر بالنسبة للجيم كليا غلط صغير قدام PSG HD حتضيع القيم حتفلط القيم منك فهذا الفريق قوي جدا إذا تيم نجمة بدون يفوزوا بهذا القيم ويعطونا سيريز نمبر ثري وهذا الشي أحب على قلبنا صراحة عاصم بل لازم يلعبوا من دون ولا مستيك صحيح لأنه زي ما قلت أنت بالضبط الأمانة على قدمة LGD أدو كل حاجة لكن في رأيي في رأيي أنه القيم الماضي يعني كانوا نجمة نجمة كانوا مسؤولين عن خسارتهم الصراحة بشكل كبير جدا بس هذه هي الدوتا فيها أغلاط معينة في قرارات تتخذ خلنا نقول في وقت اللعبة خلينا نرجع شوي بالزمن لورا تيم OG والمواجهة مع نجمة لما قلنا أنه صح نجمة كان عم يغلط بس نجمة فريق ما بيرفع رأيي البيضة أبدا فريق لا يستسلم وكلنا نعرف أنه تيم نجمة هو فريق الصعوبات هو فريق اللاور براكت هو الفريق اللي دايماً بيبين تحت الضغوطات خلينا نتابع مشاهدين الكرام ونشوف شو مخبّلنا كورو والرفاق أمام العملاق الصيني بي أس جي دي بي أس جي ال جي دي أعفوا خلينا نتابع البرشير موجودة على الزين كيو والسوميل على هايدي الميدلين صراحة أنا من عشاق الكمبينيشن بين بلوت سيكر و بنزوس مرة 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 ممتاز صراحة عنده عنده موفرول داميج فيه الممتاز صراحة من طرف نقمل لو تلاحظ عندنا كولدن بريس عندنا الأولت من دون بريكر ففيه لو 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 طول الفايتس بشكل عام من بي سجي الجي دي ما كان فيه بيرست عالي ممكن يكون فيه لحظة انقلاب خلاص في الفايت يعني بشكل عام من طرف نقمة يقدر يسوي ريسيت يقدر يرجع لفايت بطريقة ممتازة أيضا وجود التايني على الميدلين الصراحة بيطيها كبيرة لسوميل يعني سوميل تايني ترى لا يستهان فيه أبدا أبدا فأحب أشوف يشوف يش ممكن يسوي البرشير مستبرد هون عم بيكون في عنا سايفون موجودة من فيثبيان وميريكل هيكون لو اتش بي عنده هيلنك صلب ممكن يستعمل لبايا لحظة في يمين وايل على هاي دي توبلين ماين كونترول هو كورو اديم عامي وواي خلينا نتابع ونشوف تيم نقمة بحاجة للفوز الفوز ولا شيء غير الفوز لأنه إذا تيم نقمة بيخسروا هاي دي هالجيم من كونعام نودعون من رياض ماسترز صراحة فيه اعتماد كبير على على ستن حق السيكي لأنه لو تلاحظ الكاتش اللي موجود من طرف بيس جي الجي دي يعني قليل جدا عندك تو سبورتس ما عندهم ولا ستن لا الفينيكس ولا ديث برافت فما عندك لا سيري تشين والمبيل بس بي نفس الوقت انت لما بتعمل سيري تشين انت لازم تحتاج تكون قريب جدا من التاركت اللي تبغاه والمبيل احنا عارفين اني ميشن حقها يعني سهل جدا أنك سوي صايد ستب سهل لإنك ايش تتعامل معاها لابي بلينكات لابي أي طريقة الممكنة فااااااا يعني الصراحة ومن ناحية الكاتش اتوقع هي البيل البوسيشن these تابع نيكس هيكون زينكيو قدام هم صعبة جداً بالفريق وشفنا قروه قدام OG كان عم يدر يعمل البرفیکت بلايز وبرفكت اوبنينجز بنسبه لهذا التيم تابع وهون مريكل بلدش عام بتكون لهذه الفرس بلد عم بتكون لصالح جي ايج تعودنا على التألق إن كان بكريستال ميدن وحالياً وهون والكل الثاني تيم نيجما فعلاً عظيمة بالرصب لهم وحتى الوطلين تكون صالحة المدلين فيها النتائش هذا اللي هذا اللي زي ما قلنا عنيش نحب نشوفه ضد تيم الجي دي لضغط المتقدم بالبداية. بس في نفس الوقت حذاري من لا شيء يقول لا شيء يقول اشتركوا في القناة 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 عم بيحاول عم بيضيع وقت كمان بلفس الوقت وهذا شيء كتير مهم عنده تبي قدر بقى اي لحظة يعمل تبي مينوائل على الميدلين سوميل تحت ضغط كتير كبير وحيقدر يطلع بالرامنة إلى المكان لا شيء يتحدث بعدما اضطر انه يسحب دو سابورتز لعنده تحية كتير كبيرة للجمهور مشاجعين تيبنك مع اللي موجودين معنا يا عاصم حلوة هي لصراحة متاس جدا يكون في ساستين وممكن اوه نائس اوه نائس جي ايش عم بيكون من هيدا السيناريو كانت وقع انه تكون جي ايش خلاص عم بيموت جي ايش بس الكولد امبريس كانت هي السيفير بالنسبة له على المثلين مين والعم يقدر يوصل صوميل لا شيء يتحدث صراحة حيكون انكلبال لوقت طويل جدا لانه بدنا دس ايبال كتير كبير عليه لا يقدر يخطو الكل على لا شيء يتحدث بالنسبة للأولتز اللي اونلاين في عندنا الربشر حب اشوف الربشر صراحة الكلب يعني الديس بروفت في خطر اللي امانة لانه ما معها الالت بس في تي بي تي بي تي بي اوت تي بي اوت عاصم يا موجود تي بي اوت صحيح بس انه قاعد يستخدمه بشكل كبير ترى صوميل طوص على الطاور عم بتكون موجودة مع الستان حيكون في عنا روتيشن تيم نيجما لازم يداركوا الامور خلينا نتابعون الربشر عم بتكون بمكان المناسب لتشيس على الباكل واي حيكون دروبداون نفس الوقت فايثبان عم بيعاني من ضربات تيم نيجما وميريكل عم بيعزز الكلز الموجودة عنده الربشر بعدها كون نكتينغ على هيدا لا تتحدث اللي حيقدر يتراجع بعد الطاور وبانشمنت كتير كبير من تيم نيجما بعد الروتيشنز اللي قاموا فيها بي اس جي ال جي دي على هيدا الميدلين للمانا فايثبيون يعني مو مستمتح أبداً أبداً بالجيم أبداً أبداً بالجيم يعني شفنا الدوميشن اللي صار له حضر هعونو وبشاي هوب الروتيشنز اللي قادي يخسرها فـ في روبرة قاد تفوتوا الى الان دقيقة ثمانية ثمانية الإفلون這些 نديق ما عندوا ما عندوا أولت Lotus هدى البداية اللي عم بتصير عمنا هلأ هو البلاي ستايلل اللي بيحبو تيم نيجما هدى دي الستارك اللي بيحبو هدى الستارك اللي هم بيحبو بالظبط لكن بنفس الوقت شايفين أنو الأولت كانت على طوب من الشاب توقع السي كي بيستخدم الأولت أول ما بيجيه أوف كولدن بيخليها لأنه عارف أنه ما في فايت قريبة ولا هم محتاجها بشكل كبير فيستخدمها فارم أحسن له يسرع الفارم بديه طريقة أفضل لكن حاب أشوف بريشر شويتين من الديث بروفت على التورة البوتو الرابتشر صارت أونلاين عن نزوس تحت عن حتى وينتر وايفرين تحت يعني في عنا كنسليشن للتي بي وينتر وايفرين عم بيقرب أنه يصير لفل 6 ممكن يكون في عنا كنبت من تعالى ربتشر هوني من تيم نجمة بس البيك كل اللي لازم ياخدوها إن كانت أهمي ولا إن كانت ناتين تساي يعني ناتين تساي هي وأهم كل بنسمية تيم نجمة حاليا صحيح صحيح لأن الصوت وقع كل آمي بيكون صعب جدا بحكم النمو التور لسه مطاح البوزيشن اللي قاعد يسوونا لكن هيدا بنفس الطريقة بفوق ما يخلونا لحالة ما يخلونا يفرم بالجنج لأنه وانت شايف الآن همي تبيز موجودة حتكون البرشير موجودة وحاضرة على هيدا السوميل وين الباك اف وين الفولو اف خلينا نتابع هون حم بيكون عنا بسولر جارديان عم يقدر يوصل بين كنترول وقت دفس الوقت الكلد إمبريس حتكون هي السيفير بالنسبة لهيدا السوميل الكل حتكون سيكيورد وامريكل اونفاير مشاهدينا الكرام عم يقدر تيم نجمة مرة تانية يعمل أكبر ممكن تسير بهيدي الدقائق بجيم يا عاصم لا يعني ايش الريسبوند اللي موجود من تيم نجمة غير طبيعي انا قلتلك انو سوميل بتحسوا عم يعمل بيت بالضبط الجي دي انا قلتلك انو ايش يعني تكيفوا على غوتاشنز الارلي وصار يجيبون اعداد أقل لا نجمة تكيفوا على موقف في داخل الجيم هذا وصار يجيبون التيم بالكامل يرمونا في المت بس بس سوف الاستراتيجي تبعي تنجمة نحن متعودين على تيج النجمة بهيك تايميك بالجيم بيكونوا اخدين الطاور على المت هالمرة ما عم بيكون في عندهم هايدي الكوميتمنت اللي احيانا عم بتكون ما بيصالحون أبدا يا عاصم صحيح 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 يا أرهي كل دار تشوف الجمهور اللي موجود بالرياض عم بتابع هذه المباراة ماتوقعت انا بيوم الايام اني شوف جمهور دوتا بهذا الحجم موجود عننا عم بتابع هايدي المباراة بين بي اس جي الجي دي وتيم نجمة لا بالفعل حلم اصبح حقيقة هذا حلم اصبح حقيقة والحلم الاكبر انو نشوف تيم نجمة يكمل معنا في البطولة فالسؤال لتيم نجمة إيش بخبي لنا سراء يجب أن تكون محايدة يجب أن تكون محايدة والجديع لا تنفع يجب أن تجعل حبك داخل الألب لا تجعل أن يفتحك الآن يجب أن تكون محايدة مناسب جداً للبلاي ستايل لكن في نفس الوقت الذي يختلف من الماضي الذي هو التورات التورات تقريباً سليمة بالكامل لا يوجد أي محايدة ستكون موجودة عنا ممكن أن يكون هناك جمب مع الأكورس دايف ستكون السولر راردين لكن في نفس الوقت يكون هناك اكوميتم ستجعل التيم يتراجع لورا وكورو عنده رأي آخر ديم هذا النيكس أساساً الكنترول سيكون موجود عنده أكورس دايف يجب أن يكون هناك محايدة والكل ستكون سيكيورد ودايفينك قال له كورو على الباس ومرة تانية عاصم كورو دائماً عم يفوق بالجيم الثاني كلاعب مختلف شفناها مع أو تي وعم نشوفها حالياً مع نجمة كورو على هيدا الزوس عم يعمل عليه وزيادة بالضبط والحزين ميركل ميركل عم بيكفي كل شيء قادر يعمل لفريقه هيدا الهانتر موجود بكل مكان بالجيم وفيسبيون عم بيعاني بشكل كتير كبير جداً جداً لو تتكلمني عن زوس يعني زوس زاب كذا كل وقريب جداً من تورث حق ديث بروفت مرة متأخر مرة متأخر صراحة فماني عارف ماذا الخطة بالنسبة له اتوقع انه بيقلب ايتمات ايتمات يوتيلتي بالله صح عشان بيساعد تيمو لانه مو راح مو قادر يسيروا فيسبيون كل ما راح مكان كل ما يعني لقى يا هيرو اثنين ثلاثة ضده فجيم خطير كنا متعودين نشوف الايرن هي دايما الفرست ايتم على هيدا الداف بروفت ما بعرف اذا حيكون نفس التوجه هو الاعيون مشاهدين الكرام كلها لرصد هذا الميركل وهون جي ايتش ممكن هو يكون فداء تيم نجمة ممكن هو يكون الضحية تراجعة من شوف موجود من سبيله هل حياخد الفايت تيم نجمة جي ايتش بعده عم بيحاول يعمل ساستين حيكون دروب داون وصراحة انا في اعتبارها هايدي بيك وين لتيم نجمة انه بس خسروا جي ايتش لا لا هم حسبوه صح كورو 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 قدام زين كيو هل حيادر يعمل دوتش ده هايدي الستان يسمع السعيد ستاب وصول البيست وصول ميركل اللي عم بيقله ابدا ما تحاول تقرب على الكابتن تبعي سيكيورنج لهيدي الكل وهيدي التاور هتكون دروبينج داون من دون اي رد من تيم بي اس جي الجدي اللي عم ياخد اوبجكتف على ميلي تاني يا عاصم اه اوبجكتف لكن الحذارة من كاونتر نشيشة اللي ممكن يطلع اوه الستان حيكون موجود فييثبيان عم ينعزل على الفريق تبعه بنفس الوقت حيكون معنا ألتيميت من هيدا زوس مينوايل فييثبيان حيكون دروبت داون شوف السولر داون مع الوينتر كيرس حتكون موجودة وصول متأخر لناطبتو الزاي تيم نجمة بايشينج بي اس جي بعيد السيناريو الواحد لاوال داون وامي بلتشيس انتفين عليه شوف بلد سيكر فاتح تيربه من آخر الماب من رياض العمان عم يقدر يوصل وفور داون من تيم بي اس جي الجدي يا عاصم صراحة هذه الكلات والفاينثات اللي يدورون علي تيم نجمة هذا اللي يبغون يسوونا في نفس الوقت وقفوا البوش وأول ديت بروفت كانت على التاور ما سوت شي لأنه كاونتر نيشيتد على طول موجودة سوى دمجة تيروان لكن مو كبير يعني يخسروا من وراها أربع يروات تريد يعني أكثر من اللي تبغال تيم نجمة صراحة تريد مر 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 ممتاز تيم نجمة تيم نجمة دايماً عم يكونوا موجودين عنا في الصيعاب خلينا نتاب على الكروس دايف حتكون دينايد من هيدا الزوس اللي ياس عملو له تيب لزوس عطوه تيب لزوس أوم فاير هذه من الجيمات النادرة اللي تلاقي فيها كورو متفلت كورو متفلت هذا الجيم بشكل خرافي صراحة أهنيه مريكل ناطر الباك أب أتوقع على هذي التوبلين هوني عنا السموك عم تكون موجودة من تيم نجمة حيقدر يعرفوا وين زانكيو زانكيو يا زانكيو ضحي مرة أخرى عم بيكون الزانكيو مع ستن متأخرة جدا على كورو أولا لك أنه الجيدي عندهم أمال انه آمي يفرم الأرض ويقدر يرجحهم بالجيم لانه كانت بنتورت لكن حتى الآن هذا النقطة آمي المركز الثاني لحظة هل هون يقدروا شيء على فيثبيان في عنا تحرك من الباك لاين مايوال مايند كنترول عم بيسلم على نثي نتو ساي فارم كبير الصراحة في الفارم اللي قاعد يطلع من التو كورز اللي موجودين من طرف الجي دي لا المد ولا الأفلين اللي قاعدين يزوونها يتحاجة نثي نتو ساي مايوال كونكتل ستن نايس دوتج عم تكون موجود يوصول زينكي ووصول النمبر زوني حيكم زوس موجود عنه وتراجع وديس إنجاج من تيم بي أس جي ال جي دي مينوال لسبايس كلال ميركل ميركل عامل أكثر من ميركل لحد هلأ بهذا الجيم أيول على فيث بيون أخيرا شوف آيتم يعني ممكن يساعد شويتين واي مرة تانية عمين كابس وهون دينايينج لأله حتكون بمكان ديب بأماكن وأراضي تيم نجمة ممنوع التحرك فيها على بي أس جي نعم لما أنا مهما كان في هارم اللي هو آمي بروك في مليون طريقة أنا شايف من تيم نجمة ممكن يتعاملوا معها في عندهم أي وي دمج مرعب جدا فما بيهم صراحة فارم آمي لهذه النبطة بس أعجل يعني إحنا شوفنا جيما ماضي وكيف كانت الأدفانتج واضحة جدا لتيم نجمة فالآن اللي كل عليهم يا غازي شو سووا يلعبوا القيم وما يغلطوا ياس لازم ما يكون في عنا أوفر الكميتمنت اللي شفناها بالقيم الأولى اللي كانت الأدفانتج كلها اللي كانت الأدفانتج كلها اللي كانت الأدفانتج كلها وفايتب يعنون عمي يلعب على الباكلاين عمي يقدر يحطوا ووردس ديب لا يعطي إفرميشن على فريق نجمة نجمة واساساً حصل له الساكل اللي هو مرك اللي في الجنجل فكان مر 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 مهم لا شيء يقول الآن قاعد يلعب بطريقة جدا على الليل اللي في البوتوم بيحاول يعطي سباس ما عندهم دسعيب كبير على هيدا لا شيء يقول أبداً أبداً هو عارف أنه ما رح يذبحون وهم عارفين أنه ما رح يقدروا يجيبونه فبس الفكرة أنه ما يخلوه يفهم حيكم في عنات شعب بسوميل تيليتنج لهيد الفيتبيان اللي معو عناتوا عم تستمر بعد الجيم عم يلعب وحدة من أصعب المباريات لإلو هذا الأفلاينر ما كان في كونكت لكن الصراحة ما يمكن تروا بالبكي بي بي بيكون منعب جدا عندنا الأيتمات اللي ممكن شوفها قريبا التايني بالأكو سيبر ففي فيه أيتمات قاعد أشوفها من طرفتي من نجمة رح تكون مفصلية جدا وآمن جاي بالبكي بي أوجه على البكي بي لأنه الوضع صعب جدا عم بيكون بس بنفس الوقت عنا ميركل خلص البكي بي متوجه على الميلونير بعد ما أكيد خلص الميل ستورم وحيكون في عنده شارد كيوت على بلوت سيكر حتى التون بريكر الآن خلصت البكي بي هذا التوقيت مناسب صراحة لتيم نجمة حب أشوف بلينك على جي اتش حب أشوف الأيتم اللي يبغي يجيبه زوس بشكل عامل وعلى الباك لاين مع الألتمائد سابورتينج للماجيك البيرست سوميل عم يقدر يعمل لنيوكس تعيته وحدي ورا وحدي بهذه الجيمة لا تقول لا تارجت قدامه وممكن هذا التارجت الوحيد اللي ممكن يعمل عليكم متمنت خلينا تمام عباد عم يقدر جي ايج ينسحب حيكون في عندنا بنفس الوقت السولر غارديان مع الكولد امبريس مينوايل وكيد سيك حيكون هيدا السوميل وكل على فينيكس بيك اوف وتيم بي اس جي ما قدرانين ياخدوا اي تيم فايت كورو عم يوصل زينكيو حيكون بسيتيواشن صعبة خلينا نتابع مين كنترول والوصول السايد ستاب وكورو ميجا كيل ستريك كورو عم يلعب بالكومفورت زون كورو عم يدعي ستابع حياتك هيا مرة مرة صراحة عداءها في هذا الهاتف يدعي شكك بكورو في نجمه جالكسي وارسله الهاتف 26 خمسة ستابع حياتك ستابع حياتك نجمه لا يمكنه يبقى الفريق الصيني يتنفس أبدا بالهاتف وهذه النقطة المهمة إنه إذا هو مقادر يتنفس تأكد أنه مقادر يتنفس يعني لا تسمح له لا تعطيه الفرصة ما نرى الأغلاط اللي في القيام الماضي حصلت يعني خصوصاً على الروش مرة مرة كانت غلطة قاتلة وهذا اللي بي يلعب عليه الآن الجي دي الجي دي الآن حطينا ما لهم أنه ممكن يكون في غلطة وثغرة معينة يستفيدون منها ميج سلير ميج سلير على الكيوس نايت نفس الوقت لكم متمنت من PSG حتكون على هيدا المتلين في عندهم على الباك لاين وورد كتير مهم قدر بتكمش الروتيشن تعيد كورو هالتيم نكما حيسمح لPSG أنه يسيطروا على هيدا المتاور هون ميركل ممكن يكون عنا بأي لحظة بالتبي عنده بكيبي جاهزي والتراجع من PSG اللي ما ممكن أبداً ياخدوا هذا الفايت من دون أي بيكوف أو يخلصوا هيدا الأوبجكتف من السموك حتكون موجودة خلينا نتابع شو حيادر يتصرف ممكن التوجه يكون على ميركل على هيدا اللين وميركل واحدة من أكبر الكلات زين كيو زين كيو زين كيو حيادر يعمل الستان على ميركل هل البيكي بي حتكون موجودة من ميركل يسمع الأك حتكون حاضرة تراجع من ميركل اللي عم يدرب الأك مشوارة مع وحدة سيكيوري لها هيدا الكل وصلتي بنكمة بالكامل والعدد الكامل حاليا هوني شوفوا السونار جارديان الستاند ما هيكونوا لا الشباب عم مستعملوا البيكي بي سمين واي لأبي على الباكلاين عم بيحاول أنه يعمل الدبج بعم مستعمل البيكي بي الألتيبات حتكون كومتد هلا وزين كيو حيوضح شوفوا سوميل بالرابج اللي ضربه هوني حاليا وآبي حيكونوا مضحية رابط 3 بجي جي اسكوز بوحدة من أسرع المباريات تيم نكمة عم بيكسروا على أنيابهم بهيدي السيريز يا عاصم يعني الصراحة تيم فايت اللي صار في الأخير يا غازي في مليون شي صار ممتاز من طرف تيم نكمة أمانة حتى ديسيجي ميكينج بالنسبة الميركي اللي أنه أنا تشبيه يقليل وين أقل تارجت وين أقل تارجت